تمكنت مفالز تابعة للجيش الوطني الشعبي اليوم بشعبة توريرين بإقليم بلدية بني ميلك دائرة الداموس بولاية تيبازا بالناحية العسكرية الأولى من القضاء على إرهابيين إثنين واسترجاع مسدسين رششين من نوع كلاشينكوف وست مخازن ذخيرة ولغم تقليدي الصنع ومعدات لصنع القنابل ونظرتي ميدان وأربعة هواتف النقالة وحقبتي ظهر وأغراض أخرى وبحسب بيان وزارة الدفاع فإن هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة تأتي لتؤكد مرة أخرى عزم ويقضة قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني وقطع دابر كل أشكال الدعم والإسناد لبقايا هذه الجماعات الإجرامية